اهلا بحضراتكم من جديد الاسبوع الماضي يمكن يوم الاربع احد من اصدقائي بعتلي على رسالة على الواتساب بيقول لي تغريدة بعتلي رسالة من غير ما يقول لي ايه الموضوع لقيت فتاح تغريدة واحد بيقول انه النهاردة خرج اخو المصمر من المصنع والنهاردة اخر يوم لينا كشغل في مصر كمصنع محلي بيصنع مكينات التعباء والتغليب في كافة انواعها واللي مصر بتستوردها من الصين وتركيا وايطاليا وفرنسا وامريكا في خلال 8 سنين كنا بنصدر للسودان والسعودية ونجيريا وجنوب الفريق والعراق والاردن والليبيا وكمل يعني وقال الراجل اللي اسمه احمد صالح بيقول انه خلاص زهق ومش هشتغل تاني في مصر زهق ومش هشتغل اهو ده اهو النهاردة خرج اخر من المصمر وغيره وغيره وبيقول واتشافت بسرعة عشر تلاف ولا مية واربعة الف مشاهدة تقريبا مية واربعة الف مشاهدة وكتب تحت فيه بعض الحاجات بس اتمسحت يعني بيقولي ان انا عشان مصر وحشة ومصر استثمار فقه وحش وكفرونا وتعبونا وزهقونا وكذا الكلام دوت فانا همشي راح اشتغل في دبي فانا قردت الكلام اللي بعتهولي صحبي يعني صحبي بعتهولي من غير تعليق بيقولي شوف الراجل يعني هو يعني ظن فيه ان انا ممكن اعرف اوصل ايه الموضوع وانا الحقيقة عند هذه النقاط بعمل الات بشوف الجهة او الشخص المعني وابعتها له فانا بعت هذا الكلام اللي قدام حضراتكم لصديق الاستاذ هاني يونس مستشار رئيس مجلس وزراء الاعلاني وزملنا هاني يونس الحقيقة بعت لهاني فهاني قال لي اكلمني الراجل بصراحة وكان مهتم جدا جدا قال لي انا قريت التغريدة بتاعت الراجل وان كان برضو صراحة قال لي وان كان انا متشكك قال لي في بعض الابارات كده خلتني اتشكك فيه شمال الا اني انا كلفت المكتب الفني بسرعة التواصل والبحث عن الموضوع لان كان انا عندي تجربة قبل كده مع هاني يونس بعت له الحقيقة والراجل لم يتوانى في لحظة بسرعة وتواصل مع اللي عنده شكوى وتمام وانا بقول برضو من خلال هذا المنبر ملكوكو يعني اللي عنده شكوى واللي عنده اي يعني موضوع ومتخيل ان حد بياتحك عليه حد بيقاده وحد بيعمل يتواصل معانا واحنا بنوصلها على طول وعلى فكرة المجلس الوزرة من غير ناحنا يعني او من غير الاعلام في عنده موضوع يعني مكان او جهة بالتلقي الشكاوى وبحثها وان كان احنا بنقول ما عندناش مشكلة في الاعلام بنقول والناس بيتقبلوا بصد راحب تماما فالاستاذ هاني يونس قال لي انه بيستشعر من خبرته ان الراجل ده شمال لكن هكلف المكتب الفني يبحث والمكتب الفني بحث ورد علي الاستاذ هاني قال لي لم نجد اثرا للرجل وبناء عليه علينا ان نفهم الباقي بسرعة في واحدة ست اسمها مريت السيد حطت البوست اللي انا بعته الهاني دوت حطته على صفحتها فالناس قالت انه تفعلوا معاها يعني موضوع اثناشر بشكل كبير جدا فهي طلعت وقالت لا انا كنت انا ما اعرفش مين اللي عامله ده جالي وانا قلت احطه عشان نشجع الاسمار الست مريت دي اللي هي مريت السيد دي بنقلب في صفحتها اللي انا هي يعني ايه شوية يعني كده ايه يعني مش عايز اتكلم يعني اهو القصة كما عرضتني وانحنا عايزين نشجع الاسمار في مصر وبعدين تحت بتتكلم على للأسف الوضع ما بقاش ينفع والموضوع بقى صعب جدا اننا نكمل والست مريت دي مش مصرية اعتقد اعتقد انها مش مصرية والقينا في صفحتها يعني نوع من التعاطف الشديد مع عناصر احنا بنقلق منها زي بوتريكا وغير 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 وفي كل حوال انا يعني مش عايز اخش في نوايا الناس لكن بقول ايه السبب ان هذه التغريدة بهذا المحتوى اهو هي ست مريت دي بتقول ما انترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يعني انا مش عايز اقول هي مين او هي اي اي انا معرفش ومش عايز اعرف بس من تقليبها سريع في صفحتها اللي نشر الموضوع اكتشفنا ان في نوع من مش عايز اقول التعاطف مش عايز اقول اكتر من كده يعني في كل الاحوال في كل الاحوال نرجع لموضوعنا لما نيجي يا جماعة نلاقي واحد عامل بوست او تغريدة او كاتب على صفحته الحقوني يا جماعة البلد دي بتطفش للإسمار فاحنا بيحصلين عملية قلعة فبنجري بنعمل ايه في ناس بتاخد البوست اشياره فناس كدير تشوفه فكل الناس تقول لك مفيش فايدة في البلد احنا بنعمل ايه او انا بتكلم عن نفسي بعمل ايه باخد البوست او التغريدة او الشكوى ابعتها للمسؤول هالعمل الاسمار لرئيسة الوزراء لأي للرئاسة لأي مكان يعني احنا نقدر نقدر من خلال منابرنا ان احنا نقول على قال او بنقول والناس بتتواصل معنا اكتشفنا يا جماعة انه هناك مخططا لتسميم الاجواء الاستثمارية في مصر اكتشفنا يا جماعة ان في ناس شغالة بشكل مخطط لاشاعة حالة من اليأس لدى المستثمرين في مصر اكتشفنا يا جماعة ان في ناس شغالين بيحاولوا يقلبوا الحقائق ويحاول يقول مفيش فايدة ويحاول يحبطك ويحاول يقرتك ويحاول يحرق دمك ويحاول تخليك تكره الاستثمار في مصر من خلال موضوعات مكذوبة واكاديب واضليل وابطيل وقصص وهمية لا اساسة لها من الصحة الراجل ده كل الناس بتدهر عليه بيدهر عليه ما لك يا عم ماشي ليه تعال يا ابن حلاك مشكلتك طلع مفيش راجل مفيش موضوع مفيش مشروع مفيش مشروع ماشي مفيش مصمار لكن فيه بس خطة لتشويح الاستثمار في مصر لحساب اخرين ناس بيكرهوا البلد دي احنا عايزين ننتبه وبقول تاني كل واحد بيوصله منشور من هذا النوع من فضلكم ما تمرروش لغيرك ما تنشروش ابعتوا للجهة والجهات بتعلن ابعتوا الاستثمار ابعتوا لمجلس الوزراء ابعتوا لنا يا سيدي في الاعلام بقول تاني فكرة انه تشاف مية واربعة الف مشاهدة مية واربعة الف شافوه مية واربعة الف واحد ارفهم مية واربعة خافهم مية واربعة صدقهم مية واربعة الف مرروا اعتقد ان دي مصيبة دي كارسة